بعد كده هناخد التسمية التسمية ديت نفس النظام اللي احنا اخدناه قبل كده بتدور على اطول سلسلة تحتوي على البرونت جروب او الفانكشن جروب وبعدين بتديها هي الاقل الرقم الاليل وتضيف المقطع اللي انت هتشوفه لو كان الكربون اللي عندك كانت كربونير جروب في النهاية وفي هيدروجين نبقى الديهايد فبتضيف المقطع ال بتضيف المقطع ال طيب تعالى نعمل مع بعض هنا ايه اذا طبعا الكربونير جروب بتاعت الالدهايد هي الكربون نمبر ون الكربونير جروب بتاعت الالدهايد اللي بتكون في نهاية المركب هي الكربون نمبر ون اذا عندي ون عندي تو المركب بتكون المركب بتكون من اتنين كاربون يبقى ايه ثان وهضيف مقطع ال لاخر الالكان بدون الايه بتاعت الالكان مثال تاني اذا قال دهايد جروب عشان عرفت ان الكربونير جروب في نهاية المركب يبقى هي رقم 1 2 3 يبقى بروبان يبقى هقول بروبان نال فوضيف المقطع نفس الكلام هنا الكربون والبروب هي النهائية الترمن الكربون يبقى هي رقم 1 2 3 4 بس في هنا حاجة مختلفة ده مش الكان ده ده الكين حلو جدا الالكين يسبق الالدهايد الالدهايد هو اللي هيبقى البيراند والالكين هضيف المقطع يبقى هقول ايه هو عند الزرر رقم 3 3 يبقى والمركب اربع زرات كربون يبقى اربع زرات كربون يبقى بيوتان خلاص بس مش هقول بيوتان بقى هقول بيوتين بيوتين 3 طبعا 3 علشان تقول مكان تلاتة بيوتين نال قال قلت له ان الكربون الاولى فيها او بيوت 3 ينال تمام او بقى البيوت اللي هو عدد زرات الكربون بعدين 3 مكان دابل بوند واقول اين وبعدين اضيف قال تقمام اللي سهلة عليك اعمل هنا عندي ايه هنا عندي اه واحد اتنين تلاتة اربعة ماشي خمسة وعند الزرر رقم اربعة في عندي اه في عندي اتنين مثيل هقول اربعة واربعة ضايم يا ثايل ها بنتان نال عشان هم خمس زرات كربون طيب بعد كده هنا هنا عندي ايه هنا عندي اتنين الديهايد الديهايد على اليمين والديهايد على اليسار مفيش مشكلة هنضيف المقطع ضاي ضاي وطراي وتطرع على حسب عدد الزرر الموجودة لها عندك بس غالبا بس الديهايد مش هيكون غير ضاي ليه ضاي لان ما فيش الاتنين ترمينال كربون فقط لكل زر لكل لكل كومباوند فهنا عندي ايه تلات زرات كربون يبقى بروبان واتنين الديهايد يبقى ضاي ال بروبان ضاي طيب هنا عندي برضو اتنين الديهايد جروب وعندي هنا فينايل ركز فهتقول اده واحد اتنين تلاتة اربع زرات كربون عند الزرر رقم اتنين في فينايل البي اتش دي معناها فينايل فينايل يعني بنزين بنزين رينج خلاص يبقى عند الزرر رقم اتنين في فنيل يبقى اتنين فن او اتنين فنيل والمركب اربع زرات كربون يبقى بيوتان وعندي اتنين الديهايد يبقى ضيال اتنين فن بيوتان ضيال بعد كده عندي الديهايد جروب موجودة فين في النهاية في هنا حاجة لازم تلاحظهم لما تلاقي الديهايد جروب خلي بالك هي طبعا هنا لازم هيدروجينة هي مش منضافة بس علشان احنا بنعمل لين انجل في الميولة فاحنا ما بنضفش فيها حاجة غير لو هيدروجين وكربون ما بنضفهمش استنى ليه بقولك تاخد بالك منها لان هي في نهاية المركب ممكن الهايدروجينة ما تكونش موجودة عندك فتطلخ بطر لأ ده الديهايد علشان الترمن القربون طيب لاحظ كمان ان الديهايد جروب متصلة بايه متصلة بسايكل ايا كان نوع السايكل ده اليفاتي او اروماتي اليفاتي يعني ما فيهاش يعني ما هياش بنزين طيب ايه هعمل ايه قالك في الوقت ده الديهايد هيكون اسمه كربالديهايد هيكون اسمه كربالديهايد وبعدين تسمي السايكل اللي عنه فده هيبقى اسمه سايكل وبنتان لانه خمس زرات كربون وسايكل اللي بقى سايكل وبنتان كربالديهايد قلت والله على طول ان الديهايد جروب او اللي هي متصلة على طول بالرينج نفس الكلام هنا ring ومتصل بيها c double bond o h تمام والring دي اسمها ايه سمي الرنج الاول هتكون الكاربون دي number one two three علشان تحسب مكانة double bond فهتقول بنتين بنت تلاتة اين او تلاتة سايكلو بنتين تلاتة سايكلو بنتين تمام وهنا ايه carbaldehyde carbaldehyde علشان اسمي علشان المتصلة على طول بالring طيب عايزة تاخد بالك من حاجة لما تلاقي c double bond o h ديت بنقول عليها formaldehyde خلي بالك دي بنقول عليها ايه formaldehyde لازم تلاحظ عليها او بنقول عليها formaldehyde formal group بنقول عليها formal group خلاص بنقول عليها formal group تاني احنا قلنا ايه الفورمالجروب او الفورمالدهايد متصل على طول بالسايكل يبقى اسمها كربالدهايد خلاص طيب بيقول الالدهايد بنضيف له المقطع ال بدل بدل اي بتاعت الالكان لو انا عندي اكتر من اه من واحدة الديهايد بيكون اتنين بس بنضيف مقطع ضايق ال لو الفورمالجروب اللي انا لسه قلت لك عليها دي الفورمالجروب التاتشد لرينج على طول او القربون تكون متصلة بالرينج ساعتها بنقول عليه كربالدهايد طيب كده خلصنا الالدهايد هنا اخد بقى الكيتونات نفتكر مع بعض الكيتون كان عبارة عن ايه قربوني الجروب متصل بها ار من اليمين ومتصل بها ار من الشمال ايا كان نوع الار دي او ايا كان نوع الار دي هو ما زال كيتون الكيتون بندور على اطول سلسلة بحيث من اليمين او اليسار بحيث ان انت تدي القربوني الجروب اقل رقم يبقى تبدأ الترقيم من اليسار او اليمين بحيث ان انت تدي القربوني الجروب اقل رقم وتكتب رقم القربوني الجروب وبعدين المقطع اون وبعدين المقطع اون تعال نشوف مع بعض ازاي بنعملها لو بدأت من اليمين القربوني الجروب هتاخد رقم تلاتة لو بدأت من اليسار القربوني الجروب هتاخد رقم اربعة اذا ابدأ من اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى المركب ده عبارة عن اي ست زرات كربون يبقى هيكسان. وتضيف الرقم اللي عنده الكربونير جروب فهتقول تلاتة هيكسان نون. علشان اضفت المقطع اون. نفس القصة هنا. ابدأ من الناحية اللي تخلي لك الكربونير جروب اقل رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وعند الزراء رقم اربعة ميصايل. فهتقول اربعة ميصايل اتنين بنتان نون. طب هنا. هنا متصل بها. وطبعا انا انا انت لو ما كاني هتقول لي يا دكتورة ديت الديهايد. هقول لك لا مش الديهايد. لان دي ما هيشتر من الكربون. الكربون دي متصل بها حاجة من اليمين ومتصل بها حاجة من الشمال. طيب انا هقدر اعملها ازاي يا دكتورة? هتعملها بالمنظر ده. هتقول ان الكربون المتصل بها الكربونير جروب رقم واحد. خلاص? رقم اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. وعند الزراء الرقم اربعة في ميصايل. والمركب ده كله سايكلوهيكسان. فهتقول ايه? اربعة ميصايل واحد سايكلوهيكسانون. او ما تقولش واحد خاص. اتنين دي ما لهاش لازمة هنا ابدا. اشطب عليه. اربعة ميصايل سايكلوهيكسانون. تاني. هيجي لك واحد يقول انا عرفت ازاي دكتورة ان دي سايكلوهيكسان. مقدرش اقول ان فيه ارعى اليمين والارعى الشمال. والدبل بوند قطر عالي كده اللي شوف هيقول الديهايد. هقول لك حط ايدك على الكربونير جروب. شوف متصل بها ايه من اليمين ومن اليسار. هنا ار ار وهنا ار. مش كده? ازا هو كيتون. مقدر اقول عليه اربعة ميصايل سايكلوهيكسانون. نكمل مع بعض. ده ايه? ادى الكربونير جروب اهي. ابدأ من الناحية لتخليها لك اقل رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى آآ آآ ستة هيجسانون عند الزرر رقم تلاتة تلاتة هيجسانون. بس في عندك حاجة في في التسمية العامة. هما بيقولوا انها بقت ايوباك دلوقتي. بس خلينا نقول انها تسمية عامة. ان انت تقسم المركب نصين من عند الكربونير جروب. وتدل ده اسم. وتدل ده اسمه. وبعدين تحطوهم هما الاتنين بناء على الترتيب الابجادي. خلاص? فانت مثلا الناحية دي فيها تنين زرات كربون فهتقول ايثايل. والناحية دي فيها عندك تلات زرات كربون فهتقول بروبايل. او اعملهم كده ترتيب ابجادي ايثايل بروبايل. وتقول كيتون. ايثايل بروبايل. وتضيف المقطع كيتون في الاخر هي التسمية دي تعتبر تسمية عامة اكتر منها ايوباك. تمام? طيب. نيجي هنا نفس الكلام. اقسم الجزء ده الوحده. والجزء ده الوحده. الجزء ده اسمه ايثايل. تلق زراتين كربون. والجزء ده اسمه بنزايل. ليه يا دكتورة ما قلتش بنزين. هو مش بنزين ولا فينايل. انت مش من شوية قلتلي ان الفنايل. الفنايل عبارة عن بنزين رينج. ايوة. البنزين رينج الوحده ها. اسمها فينايل. البنزين رينج لما بتصل بيها كربونة. والكربونة دي تتصل باي حاجة. ساعتها ده كده بنقولها عليه بنزايل. يبقى لو البنزين رينج الوحده اسمها فينايل. لو البنزين رينج معها زر كربون بنقول عليها ها بنزايل. اوكي. طيب. يبقى اقسم كده المركب نصين. الجزء ده اسمه بنزايل زي ما اتفقنا بنزين رينجة متصل بها كربونا والجزء ده إي صايل من اللي بيجي ترتبقى بجادي الأول البنزين يبقى بنزايل إي صايل وضيف المقطع كيتون وقلت التسمية دي تسمية عامة طيب فاكرين الفاينيل فاكرينها نفتكرها كده مع بعض لما يكون عندي سيدابول بوند سي كنت بقول على الحتة دي فياينيل لما كان عندي سيدابول بوند سي متصل بيها كربونا تالتة كنت بقول عليها اللايل خلاص افتكروها معي فانا عندي ايه انا عندي سيدابول بوند سي على اليمين سيدابول بوند سي على اليسار والكيتون في النص فحقول ايه ضاي ضاي فياينيل كيتون ضاي فياينيل ايه كيتون الايوباك بيقول بعد كده ان انا بضيف المقطع للكيتون والايوباك بيسامل الكيتون على حسب في الايوباك لازم نعد بعد كده الجروب التاتشد للكاربونيل جروب ارنيم السيبرت ممكن تعملها كل واحد لوحده تقسمه نصين وتعمل ده سيبرت لوحده ده سيبرت لوحده وبعدين تضيف كلمة كيتون والجروبات لازم تكون الفا بيتكالي. طيب افرض افرض كان عندي حاجة تانية غير الكيتون موجودة في المركب. يعني مسلا كان عندي اه كاربوكسيلك اسد او كان عندي مسلا اه امايد او كان عندي اي حاجة. قالك في كازا مجموعة بتسبق الكيتون في التسمية. فاكرين لما اخذنا في اول السنة اللي هي الاولوية بيفقرك بها دلوقتي. بيقولك لما الكاربوكسيلك اسد او الاسد انهايدرويد او الاستر او الامايد او الاسد هالايد او الاسد هالايد او النايترايل يسبقهم اللي هي الكيتون ازا المركب هيكون باسمهم. مش باسم الكيتون. والكيتون بالنسبة لك هيكون تفرع وهنقول عليه اوكسو. الكيتون بالنسبة لك هيكون تفرع وهنقول عليه اوكسو. طيب. اتى عندي افتكر كده معي. الكاربوكسيلك اسد اللي هي عبارة عن سي او او اتش. تمام? الامايد عبارة عن سي دابل بوند او ان. الاسد انهايدرايد اللي هو المفروض مش الالدهايد. مش الالدهايد. على فكرة يسبق الكيتون. الالدهايد يسبق الكيتون. يعني لو عندي وكيتون. ساعتها المراكب هيتسمى باسم الالدهايد وليس الكيتون. اللي هي. طيب. تعال نشوف مع بعض الكلام ده. ادى عندي ايه? هات المراكب وطلع عندك الفونكشن جروب. الفونكشن جروب اللي عندي الاولى اللي عندي وده اسد وعندي كربونيل جروب هعمل ايه? قال لك في الوقت ده هتسمي المركب باسم الكربوكسيليك اسد. والتلاتة دي والاكسوجين دي هتكون اسمها اكسو بالنسبة لك. هتكون اسمها ايه? اكسو. يلا ادى واحد اتنين تلاتة. عند الزرة رقم واحد في كربوكسيليك اسد وعند الزرة رقم تلاتة اكسو. هتقول تلاتة اكسو بروبيونيك اسد. بروبيونيك اسد لان فيه قلت الكربوكسيل جروب هي بالنسبة لك المادة هي بالنسبة لك الفانكشن جروب. فبنضيف المقطع اوك اسد ليها. طيب كده عارفنا الاوك اسد. طب هنا في ايه? في هنا اسد انهيدرايد. مثلا ادى عندك سيدابل بوند هنا معلش بروبيونيويت اللي هو اه اسد انهيدرايد. سيدابل بوند او او او. تمام? سيدابل بوند او او. وادة ار اللي هي على كده ننقسمها مع بعض. ادى كربونا 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 وكمان كربونا. كم كربونا عندي? خمس زرات كربونا. بس لو تفتكر لما كنا بناخد تسمية بتاعة المركب ده كنا بنعمل في ايه? كنا بنقسم قلتلك ساعتها اقسم المركب نصين. ادي للجزء ده اسم ودي للجزء ده اسم. فاكرين? الجزء ده عبارة عن مثيل. فحتقول مثيل وتكتبها على جنب. بس مش دي اللي هتبقى اللي هتاخد نهاية المركب. والجزء ده عبارة عن كم زرات كربون? اربع زرات كربون. يبقى مثل اسبروبيوت. بيوتان. وعند الزر رقم. تلاتة في البيوتان واحد اتنين. تلاتة في البيوتان اللي النحيا دي في اكسو. يبقى تلاتة اكسو بيوتان. وده اللي هو فيه الدبل بوند او. تعال اسطر. هنقول مثيل تلاتة اكسو بيوتان ويت. هنقول ايه? مثيل الجزء ده اللي هو النحيا دي هو ده اللي هستبدأ تسمية المركب بيه. والجزء ده هكمل بيه تلاتة اكسو بيوتان واضيف المقطع قويت. تمام? في تسمية الاسطرات. طيب بعد كده في عندي آآ المركب ده. هو عبارة عن ايه? على الاول نطلع الفونكشن جروب اللي عندي. الفونكشن جروب اللي عندي اهي. سيدابل بوند او ان. اللي انا قلت لك عليها اسمها الامايد. ايا كان اللي ان متصل بها ايه? برضو علمتك في الاول. متصل بها هنا. يعني كربونة من اليمين وكربونة تحت. وهنا دي كلها كربونات بالنسبة لك. نعد بقى المركب. قلت ايه? عندي الكربونير جروب بتاعة الكيتون. وعندي الكربونير جروب بتاعة الامايد. الامايد يسبق الكيتون في التسمية. فعشان كده هسمي المركب باسمه. والاكسوجين بتاعة الكيتون هتبقى بالنسبة لي. تفرق وهقول عليه اكسو. طيب تعالا نشوف. نسمي المركب ده. نعدى عدد زرات الكربون الاول. ادى واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس زرات كربون يبقى بين تاني. تمام? وبما ان عندي ان فهقول امايد. انه متصل بها سيدة بالبندق او فهقول امايد. بقى انا كده جده جبت النهاية. لسه بقيت المركب. المركب ده متصل بيه عند النيتروجينات. هل انا جبت سريتهم? لأ. عدتهم في التسمية? لأ. لان هما مش متصلين بكاربون. هما متصلين بنيتروجين. متصلين باي? بنيتروجين. انا هرسم لك المركب ده برة علشان تقدر تفهم الموضوع زي ما انا عايز افاهمه لك. بالله نرسم الموضوع ده ناخد بسطلون تاني. ادى النيتروجين الاولى متصل بيها سي اتش سري فو. سي اتش سري تحت. متصل بيها كاربون والكاربون دي متصل بيها دبل بندقو. الكاربون متصل بيها كاربونة تانية. ومتصل بيها هيدروجينتين عادي. الكاربون اللي بعدها متصل بيها سي دبل بندقو. بعد كده متصل بيها كاربون. الكاربون دي طالع منها كاربون فوق. كاربون تحت وكاربون على اليمين. سي سي سي. ده المركب ده. خلاص كده. تعال كده نشوفه مع بعض. لما تيجي تسمي هنا هتبدأ التسمية من هنا. هتبدأ العد. اوعى تقول لي هبدأ العد من عند النيتروجين او من عند الكاربون دي. ما ينفعش لانه هما مش كاربونات متصلة. الاولى دي الكاربونة الاولى. ودي الكاربونة التانية. الثالثة الرابعة الخمسة ده أطول سلسلة بالنسبة لك الفونكشن جروب اللي عندك أدى أول فونكشن جروب اللي هي C double bond O N ودية بتاعة الأمايد وأدى الفونكشن جروب التانية اللي هي بتاعة الكيتون الكيتون هو كربون الجروب كربون من اليمين كربون من اليسار المركب ده حيتسمى باسمي مين حيتسمى باسم الأمايد كم عدد زرات الكربون خمسة يبقى اكتب على طول بنتان واكتب كلمة أمايد سهلة عليك كده بعد كده حنبدأ نشوف التفرعات التفرع الأول عندي عمله لك باللون ده التفرع الأول عندي وديت وديت ودي 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 بالنسبة لك اللي باللون البنك هي أطول سلسلة اللي باللون البنك دي أطول سلسلة وأي حاجة طلع منها بالنسبة لك إيه تفرع التفرع الأول CH3 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 اكتبهم لكده هتقول والله دول ما لهمش تسمية هتقول إيه وإن هم مثيلات متصلة بالنيتروجين تمام وعندك إيه مثيل كمان عند الزرر رقم أربعة أربعة وأربعة صح؟ عند الزرر رقم أربعة أهي وعند الزرر رقم أربعة أهي كلهم كان مثيل تترا لأنهم أربعة كلهم مثيلات ووضحت مكانهم تترا مثيل والمركب كان بنتان خمس زررات كربون وأمايد علشان النيتروجين المتصلة بالكربوني الجروب ثواني ده احنا مقلناش الأكسو لسه أنت كتبت المثيل ده لسه عندك الأكسو ده تفرع بالنسبة لك برضو هتكتب هنا كمان يوداش 3 أكسو يبقى إن وإن أربعة وأربعة تترا مثيل 3 أكسو والمركب كان بنتان أمايد إن شاء الله تكون وضحت الفكرة بعد كده في عندنا المركب ده إيه اللي فيه موجود فيه ألدهايد علشان النهائية وموجود فيه دابل بوند أو خلاص والمركب كان عبارة عن إيه قلت الألدهايد يسبق يسبق الكيتون ده كيتون علشان كربون من اليمين وكربون من الشمال وده ألدهايد علشان في النهاية يبقى ده اسمه إيه؟ قعد إبدأ الترقيم من الناحية اللي تخلي لك الألدهايد الكيتون من الناحية اللي تخلي لك الألدهايد أقل رقم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى بنتانال علشان الألدهايد جروب يبقى بنتانال وعند الزرة رقم تلاتة فيه أكسو جين فهتقول تلاتة أكسو بالمناسبة ده كان ألدهايد مش كيتون اللي حتا دي كانت ألدهايد وبرضو الأسد يسبق الألدهايد في التسمية طيب ده اسمه إيه؟ ده اسمه أسيتوفينون الفناي الجروبة هاي متصل بيها المركب ده المركب ده في التسمية فاكرين اللي هو سيدة شسري سيدة بالبوند أو لما كانت السيدة بالبوند أو متصل بيها هيدروجينة من اليمين وهيدروجينة من اليسار قلت لك عليها فورمايل خلاص؟ طيب لما يكون متصل بيها كربونة زيادة ساعتها ده بتقول عليه أسيتو تمام؟ أسيتو يبقى دي مجموعة الأسيتو متصلة بفنايل فهتقول أسيتو في نون أسيتو في نون بيقول بعد كده أصلاً كلمة في نون يا شباب بتضفها فين هو فين يعني في نايل وآن يعني كيتون كلمة في نون بتضفها لما يكون عندك الكربونيل جروب بتاعة الكيتون متصلة لما يكون الكربونيل جروب بتاعة الكيتون متصلة بايه؟ متصلة ببنزين رينج يبقى كلمة في نون بضفها لما يكون الدبل بوند أو السيدبل بوند أو أو الكربونيل جروب بتاعة الكيتون متصلة بايه؟ ببنزين رينج خلاص وكده نكون خلصنا التسمية بعدين هندخل على الميثود في بريباريشي